بهدف المساهمة في إعادة إعمار دمشق وسوريا بعد الحرب وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات عمل المهندس السوري معاذخ بايتي البالغ من العمر 28 عاما على ابتكار نموذج رقمي طبق الأصل للعاصمة دمشق نموذج رقمي يطابق بنسبة كبيرة الأحياء والشوارع في المدينة فإضافة لإمكانية استخدام المشروع في إعادة الإعمار لاحقا يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار بشأن تطوير البنية التحتية حيث يمكن للمخططين دراسة التأثير المحتمل لمشاريعهم على المدينة أولا على الخارطة الرقمية قبل التطبيق العملي تطبيقات وتحسينات عدة يرى معاذ أنه يمكن العمل عليها رقميا قبل تحويلها لواقع على أرض المدينة ويروي المهندس في ذات الوقت جملة من عقبات واجهت مشروعه الطموح لعل من أبرزها التصميم دون الاعتماد على طائرات الدرون أو الطائرات بدون طيار معتمدا بالمقابل على مشاهدة دمشق بمعالمها من الجو ثم التنفيذ بتقنية المجسمات ثلاثية الأبعاد مشروع طموح سيتمكن متصفح الانترنت من الوصول إليه قريبا بعد أن ينتهي معاذ من اللمسات الأخيرة والموافقات اللازمة ليرفعه على الانترنت لضمان مشاركة العامة في التخطيط وإعادة بناء مدينتهم ومدنهم في المشاريع المستقبلية ترجمة نانسي قنقر